الى سوريا الان تقرير لالفورين بوليسي يدق ناقوس الخطر عن الجوع في سوريا الازمة استفحلت مع انهيار الاقتصاد وتصاعد ازمة الغذاء والوقود وخاصة خلال فصل الشتاء برنامج الغذاء العالمي يتحدث عن اكثر من تسعة ملايين سوري غير متأكدين من مصدر وجبتهم التالية اي بزيادة قدرها مليون واربعمائة الف في الاشهر الستة الاولى من العام الجاري الزميلة شانتال تستعرض لنا ازمة الغذاء والوقود في سوريا ازمة مستفحلة شانتال تزيد الامور سوءا المواطن السوري ليس بحاجة الى المزيد من هذه الاعباء هو مضقل باعباء كثيرة اصلا الفعل لم تنتهي ازمات السوريين مهند مع انتهاء سنوات الحرب الطويلة يعني للخلال الحرب السورية اللي استمرت اكثر من تسع سنوات نهار الاقتصاد واشتكى السوريون من اسوأ ازمة غذاء ووقود في بلادهم الى ان بات معظمهم يعانون من الجوع وبحسب برنامج الغذاء العالمي هناك اكثر من تسعة ملايين سوري غير متأكدين من حصولهم على وجبات طعام كافية وهو ما يزيد بمليون واربعمائة الف شخص عن الارقام التي اعلنت في الاشهر الستة الاولى من هذا العام العام الجاري يعيش اكثر من ثمانين في المائة من السوريين الان تحت خط الفقر مما ادى الى ارتفاع الجريمة لتغطية نفقات حياتهم المعيشية وقد ادت العقوبات الامريكية المفروضة في اطار قانون قيصر على قطاعي النفط والغاز الى نقص هذه الموارد وتضرر قطاع الزراعة الذي يعد مصدر الثروة الغذائية بحسب منظمة هينريتش بول الألمانية المعنية بشؤون الشرق الاوسط فانه لا خلاف على العقوبات المستهدفة شخصيات مقربة من الرئيس السوري لكن فرضها على القطاعات الحياتية اثر بشكل سلبي على الشعب السوري وبحسب متخصص في الشؤون السورية بالوكالة السويدية لأبحاث الدفاع فان العقوبات الامريكية والاوروبية رغم استثناءاتها للانشطة الانسانية بيد ان معظم الشركات تتخوف من انشاء علاقة بدولة خاضعة للعقوبات حتى ذهب السوريون غير الموالين للحكومة الى حد الاعتبار ان العقوبات المفروضة على القطاعات المهمة كالنفط والغاز والبناء باتت تضر بالناس اكثر من القصف خلال فترة الحرب وتبقى الامال حاليا معلقة بحسب خبراء على قرارات الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن اذا اما يجري في سوريا فهل تتحول حالة الفقر والجوع التي تعم البلاد الى اولوية على جدول اعماله بعض تنصيبه رئيسا نناقش هذه الازمات مع ضيفنا من دمشق الخبير الاقتصادي الدكتور علاء الاصفري دكتور علاء اهلا بك معنا في غرفة الاخبار هل سيكون من الصعب على السوريين اليوم الخروج من هذه الازمات التي تتفاقم يوما بعد يوم حتى بعد انتهاء سنوات الحرب الطويلة مع هذه العقوبات التي تفرد على سوريا هل من السهل الخروج من هذه الازمات اولا مساء الخير لك والسادي المشاهدين طبعا ليس من الصعوبة بمكان الخروج من هذه الازمات اليوم الاجراءات القسرية التي تفرضها الولايات المتحدة تمس كل شيء تمس الغزاء والدواء ولا يوجد استثناءات عكس الذي ذكرتموه في تقريركم قبل قليل لا توجد الان اي شركة في العالم تستطيع ان تمول سوريا بكثير من الاشياء الحيوية التي تحتاجها وبالتالي نحن هنا في دمشق نعتبر بان الحصار ليس على الدولة السورية انما الحصار على الشعب السوري وهذه السياسة ليست بجديدة على الولايات المتحدة الامريكية منذ السمانينات عانينا من الحصار ايران تعاني الان الشعوب تعاني وليست الدول او الانظمة وبالتالي هذه العملية اللا اخلاقية هي التي تمس الان بصلب الحياة الاقتصادية والمعيشية هنا في سوريا ولكن اعتقد بان مواردنا تعتبر جيدة الى حد كبير ليس هناك فقر تسعة ملايين او تحت خط الجوع هذا الكلام مرفوض اليوم هناك نسبة لا بأس بها من الاشخاص الذين يعانون جدا من هذا الحصار والتضخم الذي حصل هنا في سوريا ولكن لا يوجد لدينا خيال سواء نقاوم ونصمد ونقف بوجه هذه العقوبات التي اقل ما يقعها كيف يمكن الوقوف دكتور على انها بالفعل نقطة مهمة هنا في هذا الاطار من الجهات القادرة على مساعدة سوريا مساعدة الشعب السوري هل تعتقد ان الدول الصديقة لسوريا لليوم تعاني ايضا من تبعات ازمة فيروس كورونا قادرة على الوقوف الى جانب سوريا ازمة كورونا فاقمت من سوء الاوضاع المعيشية في كثير من دول العالم الثالث اصلا ولكن لدينا اصدقاء بالحقيقة سواء روسيا او ايران او كثير من الاصدقاء حتى العرب الذين يرسلون دائما مساعدات الى سوريا يحاولون تسهيل الامور هنا في سوريا اليوم الرأي العام العالمي بدأ يكتشف بان امريكا تفرض عقابا لا اخلاقيا على من تشاء اذا لم يناسب هذا النظام او ذاك خططها واستراتيجيتها الاستعمارية وبالتالي هنا في سوريا نعرف ونلتف اصلا اكثر فاكثر حول قياداتنا فيما يخص تقاسم لقمة العيش لان ضغط على الموارد وشح الموارد يجعلنا نتقاسم اللقمة سويا مهما كان حجم الحصار ومهما كان حجم الضغط هناك امال كبيرة تعلق دكتور على ايدا يعني ادارة الرئيس الجديد الرئيس المنتخب جو بايدن كما ذكرنا في هذا العرض الليلة الى اي مدى باعتقادكم الازمة السورية هذه الازمات اللي يعيشها الشعب ممكن ان تصبح من اولويات الرئيس المنتخب علما انه اكد انه اولويات تركز على الداخل الامريكي نحن نعتقد بان بتغيير الرؤساء الامريكيين لا يوجد اي فرق هم عبارة عن موظفون تنفيذيون لدولة عميقة تحكمها حكومة عميقة في الولايات المتحدة الامريكية اليوم هل هو ترامب الذي يفرض فقط الجوع والحصار على الشعوب كثير من القادة الامريكية المتواليين على سدة الحكم مارسوا نفس الشيء سواء كانوا من الديمقراطيين او كانوا من الجمهوريين اليوم المسألة تكون في انهم يريدون اخضاع واذلال الشعوب حتى تثور على قادتها حتى تثور على رؤسائها وهذه المنظومة اصبحت بالية وقديمة لانه لا يمكن ان تعاقبين شعب بكامله نتيجة انه لا ان النظام الحاكم لا يمكن ان يجاري السياسة الامريكية التي يريدونها اليوم قانون قيصر دكتور علاء الاصفري يحاكم الشعب السوري نعم ليس هو قانون هو اجراءات قسرية احاديت الجانب لم يمر عبر مجلس الامن هي فرضته السطوة الامريكية والغباء الامريكي وفرضه بكل قسوة وبكل لا انسانية هذه الاجراءات طبعا هي تمس الشعب السوري عندما لا نستطيع استيراد النفض ومشتقات النفض وعندما لا نستطيع ان نستورد الغزاء وعندما لا نستطيع ان نستورد مستلزمات الانتاج على ماذا تعاولين دائما نقول بان هناك مزيد من الفقر سوف يكون مزيد من التضخم لذلك يجب على الرأي العام العالمي ان يثور ضد هذه السياسة الهمجية الامريكية كخبراء اقتصاديون على ما تعاولون في هذه المرحلة الارقام تتراجع بشكل كبير وهناك جهات انسانية دولية تدق نقوص الخطر في سوريا انا برأيي شخصي ان غالبية هذه التقارير هي مسيسة اليوم ليس نصف الشعب السوري جائع هو قسم لا بأس به من الناس الذين يعانون من التضخم هنا وبعض الفقر في سوريا اليوم نحاول ان نصمد وهذا ليس عيبا نحن الآن نصمد امام اعتى واكبر آلة اقتصادية في العالم دولة صغيرة مثل سوريا تحاول الآن ان تقف بوجه عقوبات صارمة تشمل سوريا وتفرضها الولايات المتحدة على 180 دولة في العالم ولكن لدينا مواردنا الخاصة لدينا خططنا الاستراتيجية وسوف نصمد عشرات السنين للأمام اليوم اعتقد بان اصدقائنا ايضا لن يكونوا مكتفي بعض المناطق السورية لم يحدد مصيرها بعد دكتور علاء ومرتبط باجندات خارجية هل ينطبق الموضوع ايضا على اقتصاد سوريا ولا اعادة اعمارها طبعا حتى الدولة السورية كثيرا من الشحنات الغزائية التي اتت من الخارج كانت تدخلها عبر معابر حتى لمناطق التي يستحوز عليها الان الارهابيون لان الشعب السوري هناك في الداخل تحت نطاق تحت هذا الاسر الارهابي لديهم ايضا هم شعب سوري بالاساس مسالم وبالتالي الدولة تتوازى عندها المنطقتان سواء المنطقة الخاضعة لنفوز الدولة وسواء المنطقة الخاضعة لنفوز الارهابيين شكرا جزيلا للخبير الاقتصادي الدكتور علاء الاصفري حدثنا من دمشق مهند اللافت حديث كان للرئيس السوري بشار الاسد قبل شهر من الان يؤكد فيه انه سبب ما تعيشه سوريا اليوم ليس الحصار بل اموال المدعين المحتجزين في لبنان وربط الازمة الاقتصادية السورية بما يعيشه لبنان حاليا طبعا المسألة معقدة شونتال قد يكون للدكتور الاصفري رأي في هذا الموضوع وهو يقول انه لا الشعب السوري لا يعيش تحت خط الفقر ولكن التقارير كلها تشير الى ان كما ذكرت قبل قليل 80% يعيشون تحت خط الفقر اقل من دولارين في اليوم دولار و90 سنت حتى نكون دقيقين هذا هو دخل 80% من الشعب السوري بعض التقارير الاخرى تقول ان سوريا هي الدولة الاكثر فقرا في العالم اليوم بحسب بعض التقارير شكرا لك مهند بطبيعة الحال على هذه المعلومات الدقيقة سنكون بمتابعة لهذا الملف خلال حلقاتنا دائما شكرا مهند اشتركوا في القناة